كورونا جائحة أنهكت الاقتصاد العالمي عموما والعراقي خصوصا أثر هذه الجائحة كان واضحا على أصحاب المحال التجارية في أغلب مناطق العاصمة فمنطقة المنصور التي تعتبر من أكثرها رواجا في عمليات البيع والشراء أصبحت بفعل كورونا لا تتوافق والضرائب التي يدفعها أصحاب المراكز التجارية شهريا ليضطر عدد منهم إلى ترك محالهم وإغلاقها للتخلص من الخسائر المتراكمة الحقيقة أي خطوة بهذا الاتجاه باتجاه تخفيض إيجارات باتجاه تسوية بين أبو الملك وبين أصحاب المحلات مصارت أي خطوة بهذا الاتجاه أو تدفع بهذا الاتجاه من قبل الدولة مصارت شفنا اليوم الأخير اللي مر اليومين سمعنا أخبار عن أنه يكون دعم لأصحاب المولدات حتى يخفضون من الأجور بهذه الفترة وهذه الخطوة حلوة يعني كنا نعيدها ياريت له هذا الموضوع يتوسع أكثر ويوصل لكل الناس السوق معروف شنو حركته حضرت جوال هو جزئي بس إذا أريد نحسب شغلنا بالأسبوع هو يومين الإيجار مستمر على نفس السعر بعد الضرر الكبير الذي لحق بأصحاب هذه المراكز التجارية والمحل الصغيرة توجهت جميع صوب تقديم مناشدات تنقلها شاشة التغيير إلى رئاسة الوزراء والجهات المعنية لمعالجتها والعمل على تخفيض الإيجارات التي يدفعها أصحاب المحل شهريا وأيضا تقليص جباية الضرائب في هذه الفترة فقط على أقل تقدير نطلب من الحكومة العراقية يعني سوونا تخفيض على الإيجار مثل ما سووا تخفيض للأصحاب المؤلدات والناس طالبت بهذا الشي يخفضون الأمبير نطلب منهم يخفضون الإيجار اللي ينتدرون شغل يعني مونفس قبل حضار ويعني هو شغل إحنا كان يبدي من الستة العصر فما فوق هسا للستة ودي قطعون الطرق الناس يعني الظهر منه يطلع يعني نطلب نجهات المعنية أنه يلقونا صورة حال يعني إحنا إيجارات إذا ظل هيت شي إحنا رح نعوف المحلات ورح نظل على البيجات صراحة يعني لا إحنا جاي نطلع إيجاراتنا ولا جاي نطلع مصروفنا ده نروح تاكسيات وده نرجع تاكسيات زيان الإيجارة أبو الملك يريده دفع الضرائب وإيجارات المحال بصورة مستمرة قد تصل إلى ثلاثة آلاف دولار أمريكي شهرياً مرتبط بالعملية التجارية المستمرة التي يكون أهمها مبادلات البيع والشراء ففي حال توقفها سيكون من المستحيل على التاجر دفع كل هذه الفواتير وهو ما يمر به الآن أغلب أصحاب المحال التجارية في بغداد كساد اقتصادي سببته جائحة كورونا كان مردودها على المحال التجارية التي انحسرت فيها عملية البيع والشراء يقابلها على متخفيض من المستأجر ولا تدخل حكومي يقي أصحابها خسائر تراكمت عليهم من بغداد محمد فراس قناة التغيير